بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين الوحدة التانية من كتاب جمل الصف الثاني السنوي هنشرح الوحدة كاملة ونحل كل التمارين بازن الله تعالى طبعا اول حاجة معايا عندي هنبدأ بالكلمات كالعادة كل كلمة وناخد كل مشتقات الكلمة علشان احنا محتاجين نعرف الكلمة والاسم منها والصفة والزارة والعكس والكلمة المساوية لها بسبب الامتحانات الجديدة فاول كلمة معايا اميوزنج هو بيقول لي دي صفة معناها مسلي مسلي تمام طيب اميوزنج اللي هي مسلي هجب لها ايه بقى هجب لها الفعل بتاعها اميوز يسلي تمام واميوزد معناها ايه تدي معنى مسلي برضو بس مع الاشخاص الاسم منها بقى اميوزمنت تسلية تمام كمان عندي عكسها بورنج بورنج ممل عكسها تمام كمان عندي تسويها يعني برضو مبهر او مسلي تمام طيب نيجي بعدين بقى على اللي هي اطفال اصلا الكلمة تشايلد هود تشايلد هود طفولة تشايلد بس طفل ويه لما زود لها بقى ار اي ان تبقى تشيلدرن تشيلدرن اطفال طيب ازود المقطع هود بقى تبقى طفولة شايلد هود طفولة طيب واقص على ذلك بقى فازر هود ابوة ماذر هود امومة برازر هود اخوة كده يعني تمام طيب طيب بعدين ديث يعني موت ديث موت الفعل منها ضاي يموت الفعل منها ضاي يموت طيب عايز الصفة بقى الصفة ديد ديد يعني ميت ميت تمام طيب عكس بقى الكلام ده هو حياة يعيش على قيد الحياة على قيد الحياة تمام عكس التلاتة كلمة اللي بعد كده يعني ضخم او هائل هتساوي هيوج ضخم او هائل هتساوي ماسف ضخم او هائل برضو عكسها بقى طايني طايني يعني صغير الحجم طايني يعني صغير جدا او صغير الحجم بعدين كلمة فوريفار معناها للابد فوريفار معناها ليه الابد بعدين اه شاعر بقى احنا عارفينه بقى وتهجينا من تحت ايه اما هنا لو اللي هو شاعر ملكي يعني زي يقولك ده شاعر الخليفة اللي هو يعني خاص ان هو يقول ايه اه حاجات في الخليفة بس تمام فده يعني بيقول لي حائز على جائزة شاعر بلاط الملكة يعني عدس ان هو كان شاعر بتاع الملكة بس تمام طيب بعدين اه عندي مارش مارش مستنقع او زبالة مارش هاخد معاها مرتش الاولى دي معناها شهر مارس شهر مارس مارش التانية هي نفس الكتابة بس انا هخلي الام سمول بقى هتبقى معناها مسيرة او ماشية تمام اللي يبقى هي لو الام كابتل تبقى شهر اه الام سمول يبقى مسيرة او ماشية يعني تمام اما بقى لو هي بالاس يبقى دي مستنقع اللي هي هتطلع منه المرأة الحديدية تمام باوت بقى باوت يعني شاعر او شاعر مذكر اولا اشتفر كدير ولكن انا عايز اعرف كل انواع الناس اللي بتكتب دي ففي عندي باوت شاعر بيكتب باوم قصيدة وعندي رواعي بيكتب رواية وعندي كاتب او اوثر مؤلف بيكتب ستوري قصة او ممكن يكتبوا اي حاجة كمان اخر حاجة كاتب مسرحي بيكتب بلايز مسرحيات تمام طيب بقى قصيدة خلصنا منها اللي هي الشعر الشعر نفسه بقى الاسم يعني في كلمة اسمها بروز بروز النسر طبعا عارفين في الادة بنتو الشعر والنسر اه دي النسر دي تمام بابلش يعني ينشر بابلش ينشر كتاب او جريدة او اي حاجة من دول تمام بعدين اه طبعا هتساوي معي اي بقى كم اوت كم اوت دي معناها تظهر للرواية بس ما بتتبنيش للمجهول يعني يجيب الرواية وقلو الرواية ظهرت في وقت كذا تمام اما بابلش دي بقى يبنيها للمجهول ان هي ايه نوشيرات نوشيرات عشان جايب عليها جملة بابلش هر ناشر ريمين بقى يبقى او يظل وتنفع اسم بمعنى بقايا بقايا يقول بقايا الحيوانات مدفونا تحت الارض اسمها ريمين بردو بعدين توكسك يعني سام هتساوي معي كلمة بويزنس يعني سام وفي بويزند يعني مسموم فالبويزند ده السم اصلي فيه اما ابو الاي دي بويزند دي مسموم يعني الطعام مسموم الحاجة اللي ما هتطلها اسم يعني اما توكسك سام وتيجي دايما مع كلمة نفايات سامة اللي انا هاخدها النهاردة تيرن انتو يتحول الى يحول بقى عمر المصنع لاسماك يحول بقى المستنقع ده اللي مش عارف ايه كده يعني يحول الى ويست بقى اللي هي النفايات او الزبالة يعني وتنفع فعلي بمعنى يهدر او يسرف هتساوي معي ويست بس دي معناها خسر او منتصف بس شبيهة لها وست فول مسرف او مبزر تمام طيب هنا بقى قبير يزهر وعكسها دي سكبير يختفي اوثر مؤلف واتفقنا ان هو يبقى كاتب كل حاجة وتكلمنا عنه ساليبريتو ساليبريشن احتفال سنشري يعني قرن اللي هو ميت سنة وعندي دي كيد ده عقد اللي هو عشر سنوات وميلونيوم اللي هي الالفية اللي هي الالف سنة يبقى عندك العشرة والمية والالف عشان لو قال لي مقدره مية عارف اختار ايه مقدره الف اختار ايه كم او تتكلمنا عنها كم من يعني شائع تسوي كلمة بريفلينك اللي هي شائع او معروف برضو ديسكاي بيصف والاسم ديسكريبشن وصف دراجون خدناه في ملعدات اللي هو التنين بتاع الرجل الحديدي يعني حدث وطبعا فيه اكسدنت وانسدنت وكل ده جاي الكلام عليه يعني مليء بالاحداث في مص يعني مشهور تاخد فور والنون تسويها يعني معروف سأقل منها شوية اللي هي قوم او شعب او ناس او اهل او عشيرة تسوي مثلا انت هو تمشي مع بيبول وتمشي مع نيشان كده يعني جاردنار جانيني او الراجل بتاع الحديقة المستاني لاتر معناها فيما بعد في لاتر اللي هي التانية اللي هو مضاب التيدي معناها اللذي يليه اللذي يليه وبعدين هنا لاتر يعني قمامة او زبالة ماجازين مجالة بقى وعرفين نيوز بيبر اللي هو الجورنان تمام بلاي مسرحية وتنفع يلعب ويعزف كزا حاجة طبعا معناها عديد من تسوي اللي هي كثير من عديد من معناها خاص المكتوب لا زرق دي برضو معناها خاص بس الفرق ايه بقى ان خاص بملكية الافراد يعني ايه بمجموعة معينة يعني زي ما اقول البلطول الابيض خاص بالدكاترة اما برايفيت بقى اللي هي خاص بملكية الافراد اني مسلا فلندا عنده عربية دي بتاعته خاصة بيه برايفيت كده يعني زي كانت زي كانت طبعا واعرفين زي كانت بس تنفع وزي كانت نفسه بقى يضع خطا تحت ده فعلا اسمه بعدين اريا منطقة تسوي كلمة الموجودة دي وتسوي كلمة بس اريا منطقة او مساحة صغيرة هي متوسطة يعني علشان دي كبيرة قوي دي حي سكني فطبعا اريا في النص بقى يبقى الاولى بقى اريا في نصر اتنين دول طب ريجين دي بقى ريجين دي منطقة كبيرة زي منطقة الخريج زي منطقة عدن كده يعني اما دستريكت ده حي سكني حد بيوسكم فيه نيجي بعدين ناخد برايت يعني لامع او مضيق طبعا هي هنا صفة طبعا تدي معنى لامع او مضيق كوس يعني سبب ويتساوي ريزون فور طبعا هي كوس تنفع فعلي بمعنى يسبب بتاخد بعدها مفعول والمصدر تسويها ريزون بس كوس تاخد اوف وريزون دي ياخد فور يغير او يتغير او تغيير يتسلق دمج يعني يتلف او يدمر ودستروي يعني يتلف او يدمر بس واضح المعنى ان يتلف يعني يعمل حاجة ايه لا يخل الحاجة معجدش مفيدة او يخل الحاجة ان هي ايه ملهاش اا فايدة معجدش لها يعني مش جزابة واحشة اتلفها يعني اما ديستروي لا دي ما خلاش فيها يدمر باتا تنخلصها كلها ما تدمرها كلها ما خلاش فيها دمار ودستريكتف مدمر دريم يعني يحلم او حلم يعني خبرة او تجربة يعني مرعوب او خايف وتاخد حرف الجر اوف ايرون الحديد او الحديدي او او يجي بعدها الاسم بقى عشان اقول مرة حديدية يا راجل حديدي كال يعني يقتل مد اللي هو الصفت اللي هو الناعم ده الطين بلانت يعني كوكب بويزن اللي هي سم تنفع فعلا بمعنى يسمم بعدين بويزناص اللي هي السم اللي قلنا عليها وفرقنا بها وبين بويزنض بعدين بريشاس معناها سمين او غالي اه تمام لا سوري دي بويزناص معناها سم خلاص يعني يعد او يحسب يعني يحمي تاخد حرف الجر طبعا يعد يعني يدي وعد يعني تاخد بعدها طول مصدر يعني يحمي تاخد بعدها من بروتيكشن حماية او وقاية واقي او وقائي ينقذ او يوفر مزعور او مرعوب اقوى من اللي خدتها من شوية وبردو تاخد بعدها يرمي ثرو ثرون بعدين يبتعد او يمشي بعيدا هو مشى بعيدا بالايه بالخطوة مش بعيد يعني تمام طيب بقى تبقى مهمة جدا هندخل بقى عالتعريفات فمسلا كلمة مسلي بيقول لي توصف شخص ان هو ايه فاني او شيء توصف الحاجة دي ان هي مضحكة او مسلية يعني تمام للطفولة دي بقى الوقت اللي هو وانت ايه وانت تفايل. الموت ده انك تتوقف الحياة او نهاية الحياة. تمام? زي ما اتفقنا. كل الوقت اللي جاي. المرش المستنقع منطقة بقى بقى مباللة يعني كده فيها نعمة. اللي هو الشاعر البلاط الملكي عبارة عن شاعر طلب منه انه هيكتب قصائق مهمة خالص بواسطة الملكة يعني. بعدين ينشر ان هو يحط الكتاب بتاعت او يطبعها وتتكتب بكتاب. يبقى او يظل انه هو يستمر في بقى في نفس الطريقة. تكسك بقى اللي هي ايه تدي معنا النفايات عبارة عن بقى ايه اا ما يترك يعني بعد ايه بعد استخدام اي شيء. تمام? هنا بقى الحاجة الجميلة اللي عملها طبعا جميل هي الكلمة ومعناها وما يساوي المعنى والمضاد. دايما هو يجب لي في المتحانات بتاعت النظام الجديد كلمة المراضف وكلمة المضاد. تمام? علشان ربقى معارف مسلي يسويها دي لايتفول قلناها تقريبا. وكمان انترتينج او عكس بورنج بقى. اه سليبريت يحتفل. اونر برضو تدي معنا يحتفل لكن عكسها ديناونس لدد او ينتقد. عكسها يعني. كمن شائع ساوي بريفيلين او فاميلير. اه والعكس يبقى رير او اونيوزول. ديسترو يدمر تساوي يتلف اللي هي الداميج. وعكسها يشيد او يابني كونستراكت. فوريفر للابد تدي معنى يعني دائم او وعكسها يبقى مؤقت. مجاور او قريب تدي معنى نفس المعنى عكسها بعيد. معنى معنى يسمم. بعدين تدي نفس المعنى بريفا ينقي او يطهر. تمام? دي كانت حاجات جميلة علشان الكلمة وعكسها ممرضفها. هنا بقى افنت يعني حدث وانسودنت واكسودنت. افنت ده حدث مهم زي مثلا حفل موسيقى يتعمل او زي مؤتمر سياسي. اما انسودنت ده حادث بس حادث في مشهد او في فيلم او في مسرحية. لكن اكسودنت اللي تحت هي اللي حادث ونتج عنه. ان فيه اا ان فيه اا الناس رحتين المستشفى ومصابين وكده. تمام? كوس وريزون وريزون وعي. طبعا هي كوس معناها سبب. او يسبب. وتضع حرف الجر اف بعدها. ولو استخدمتها يسبب. يجي بعدها مفعول. وبعد المفعول تقول المصدر. زي المثال ده كده. تمام? اا بعدين اا ريزون بقى تيجي معناها سبب ويسبب برضو. تمام? ويتبحر حرف الجر فو وبعد فور اي انجي زي ما احنا شايفين. او يجي بعدها واي وبعد واي في الحالة ده تيجي جملة. تمام? طيب. هنا كمان فيه الكلام قديم خالص. دي خبرة. خبرتك في الحياة. انك انت اكتسبت الخبرة دي بمجرد معاملتك مع الناس مثلا او في المكان المعين. اما تجربة انت بتعملها في مكان معين علشان تشوف النتجة بتاعتها. بوزنس يعني سام. بوزنس يعني مسموم او سام فرقنا منهم. وان ده السم اصل فيه. لكن ده محطوط له السم زي الطعام او زي كده. سطوب بمعناها يتوقف عنه وتاخد اي انجي وتاخد طول مصدر. اي انجي في حالة انك انت توقفت عنه نهائيا واقلعت عنه. اما طول مصدر يعني انت توقفت عشان تعمل الحاجة دي. خدنا ده في قولة سانوي. تمام. الميموري اللي هي ذاكرة حاجة شيء معناه كده انت بتفكره يعني. اما السوفونير ده حاجة هدية موجودة لما دي حاجة انت ابتكرتها يعني مش موجودة مش ممسوكة في الايد يعني. اما السوفونير دي هدية سكرية انت ايه اا شايلها يعني. تمام. طيب. بعد كده. اا هناخد بقى. اللي بالنسبة للنص بتاع المرأة الحديدية بيقولي الخيل. اول حاجة. طبعا هنا بيقولي عاوز يعرفني ان كلمة لما جيب فعل في اول جملة. وبعدين كلمة يكون الفعل ماضي. فهنا سوف الماضي. اللي هي تتسلق من. فهو بيقولي انت شايفها وهي تتسلق من. تتسلق ايه من مستنقة بقى. وهي طالع من المارش مارش اللي هو المستنقة. زقاير وومن مرحة ديها كانت ضخمة اللي هي اعدت معنى الماسيب. تمام. وفي نفس الوقت بقى وز برايت ريد ايز يعنيها كانت حمره كده وايه ولمعه. قد البيت استخدم هو از صفة از. معناها ايه تعبر عن التساوي يعني. اللي بدي كيت مربوعة مرعوبة. اندي كويكلي ران هوم. وبسرعة جليت على البيت. فيها بعد بقى استيقظت. تمام. اه خلي بالي من ليتر جايبين معانيها احنا. استيقظت من دريم من حلم بقى. اندي فاون دي ذات الايرو وومن. لقيت الايرو وومن دي هات كامت واسك هير جاي تقول لها ايه بقى. شي وامت لوسي تو كلين. وامت يريد تاخد بعدها طول مصدر. كانت عايزة تنظف لها المصدر الطين. اللي كان على جسمها وهي خارجة من الايه من المستنقى. لوسي ديتزيس عملت الكلام ده فعلا. زينزا ايرو وومن بعد كده المرع الحديدية طول دو لوسي قالت للوسي. هي جاية للكوكب بتاعكم والارض يعني ليه. ما تخليش حاجة بقى عايزة تدمر المصنع اللي هو جنب الايه جنب النهر. هنا بقى مش بواسطة لا اللي جنب الايه النهر. هي اعتقدت اني لو هي اتلت كل العمال في المصنع. هتنقذ الكوكب. هتنقذ الايه الكوكب يبقى يا لوقاتها دي ناس هتنقذ ايه الكوكب. ليه بقى? بتقول ان الوركرز دول كانوا تقول حرف الجر انتو معاها. نفايات ضرة في النهر. وده كان بيقتل السمك اللي موجود في النهر. يطلب منها الا يفعل كزا مباشر وغير مباشر ده هيبقى علينا التلمي التاني. طلبت منها الا تدمر المصنع. ليه بقى? لان لوسيز فازر ابوها تشغل هناك. حيث استخدم دمير واصلة هنا حيث ابو لوسي يعمل. تقول لها ده الموضوع ده ضروري ده مرفوش يزور ده لازم يتعمل. وبدأت بقى ان هي هي تتنشى وتنزل بالليل. تذكرت بقى وخدت اي اني جيه بقى تذكرت حاجة حصلت في الماضي. فافتكرت ان هي قالت قصة عن حاجة اسمها الايرو من الرجل الحديدي في مجلة يعني. عند ابوي وولد تاني اسمه هوجرس اللي انتو خدتوها في قول عدالي. الوقت ده كان صاحب الايرو من اللي هو الرجل الايه الحديدي. هووز هس فرين ده كان صاحبه خالص. كتبت له بقى. عند اسكد هم تو برينج زا ايرو من. لانو هاتر ايرو من معك وتعالى. ممكن احنا مع بعضينا. وابل نكون قادرين على. ان احنا نحمل فاكتور المصنع. ان احنا نحمل فاكتور المصنع. كان يوم بقى. لوسي قابلت هوجرس ده. قابلت هم جنب الايه؟ جنب المصنع. في اللحزة دي. كانت جهز ان هي عايزة تعمل ايه بقى؟ هتدمر للمصنع. قابلت هوجرس ده ايرو من. وقف بقى الايرو من. قال ان الايرو من عنده خطة. الايرو من جب الايرو من الرجل الحديدي اده. او قال انا عندي خطة استنى ما تدمريش. هقول لك الحاجة. الرجل الحديدي اد المرأة الحديدية بقى. سباشل باور. سباشل باور يعني قوة خاصة. حاجة خاصة كده. سوزات من خلال القوى الخاصة دي. كانت ادرا ان هي تقدر تحول عمال المصانع لفش. برضو تحول انتو الى فش. كل هم عايزين يعيشوا في النهر. اللي هم سمموه. هي عايزة هم يعيشوا في النهر اللي هم سمموه. العمال فلت زبين. عايزة هم يشعروا بالبين بالألم. ذات زا فيش فلت اللي السمك شعر بي. في هذا النهر المسمم. بعدين ذات زي هات بويزوند اللي هم سمموه طبعا. فبيقول لي بقى. وبسرعة بدأت ان هي ايه تفهم. الدمج الفزيع اللي هم زي هات كوزد. عايزة تخليهم يعرفوا الدمج التالف اللي هم سببوه يعني. علشان انتو اللي عملتو كده. تبدوءوا بقى اللي انتو ايه عملتو. الايرووومن تير نتزيم حولتهم فعلا لبيبول. بعد كده حولتهم لناس. وعدوا ان هم مستحيل. هيلووسوا الارض مرة اخرى. لكن بعد كده الناس. كانوا خايفين بالتجربة دي. ان كل منهم ناو. عندو شعر ايه ابيض. النهر اصبح نظيف. يعني نظيف ما عادوش يلوزه تاني ولا يرمو لفايات المصنع فيه. ولكن شعرهم لم يتغير وظل ابيض الى الابد. تمام؟ طيب. تعالوا بقى. نشوف تمرين على الجزء اللي احنا قريناه وقرينا بعض الكلمات عنه. فبيقول لي اول حاجة بيقول لي. مايجرام ماظر جدتي. هذا بوك عندها اكتاد. مليون بايه بقى. مليون بالقصص الكثيرة الايه الحلوة يعني. بتقرى لينا. القصص دي مسلية ولا مملة ولا كئيبة ولا قصص مغامرة. طبعا. مسلية بقى ما هي بتقرى ليهم. ما قالش بتخوتنا ما قالش بقى ايه بتعمل لنا في حاجة. فهو كده قصده على ان هو ايه قصص مسلية. تمام؟ طيب. بعدين بيقول لي. اه نقط is an area عبارة عن منطقة. soft width اول ما يقول لي soft width اعرف ان هو قصده على المارش. طبعا هو جايب هنا ايه ماس لكتلة وبعدين مارش المستنقع وبعدين ماس متاهة. وان مر. لا مش هي خالص. we should stop factors. احنا لازم بقى نوقف المصانع. هنوقف المصانع من ايه بقى؟ هنوقف المصانع من ان هي ترمي. throughing is your harm. في النقط into rivers. هيرموا بقى الويت الخسر ولا الويت الموجة ولا الويت الوزن ولا الويت النفايات. يبقى كده قضى على النفايات. نقط is the time. الوقت في السنة. you are a child الوقت اللي انت كنت في طفل. الاخوة ولا الابوبة ولا الطفولة ولا وقت سن البلوء. طبعا هتبقى لايه الطفولة. بعدين بيقول لي. اللي دي كانت رقم اربعة. احنا هنقش على رقم خمسة. لما نيجي نكمل بقى. الدكتور نصحها. نقط ان هي تقعد في السرير يعني. لمدة اسبوع بعد الجراحة. ان هي تبقى او تظل. او ريمايند ان هي تذكر. او ان هي تستمر. او ان هي تتوقف. طبعا اكيد ريماين ان هي تبقى او تظل. ميني بيقول الناس كتيرة. تينك ذات تيد هوجس. يعتقدون ان الراجل الشعر ده. كان واحد من الافضل نقط في الشعر يعني. يبقى اكيد كان واحد من افضل البيوتس. اللي هما الشعراء. تيد هوجس بقى فرست بوك الكتاب بتاعه بتاع القصائد الاطفال ده. عاوز يقول كان ايه. اتنشر سنة الف تسعمية خمسة وستين. يبقى هياخد بابلشت. اما الاسبريت دي يعني ايه. دي يعني ايه. ينتشر مع الامراض. لكن انا عايز اقول ايه. اطبع يعني. او ايه. بقى منشور للناس يعني. كم اوتي يظهر. قلنا ما تتبنيش المجهول. عشان كده هناخد بابلشت. ضلطططش ما تلمسش زنوقة كيميكالز. اكيد ما تلمسش المواد الكيميائية التازيجة. ولا النفايات بتاعتها. ولا المسلية. ولا السامة. اكيد طبعا التاكسك. اللي هي السامة. عالاساس ان هي ايه. خطيرة وممكن تسبب لك. اه حاجات امراض ضرر. اول هبوط للانسان فوق القمر كان جريت نقط. كانت حاجة نقط فيه. اه تاريخ الانسان. طبعا حديث. يعني اه حدث هام. مش هياخد بقى حدث اللي فيها اصابات. ولا مشهد في المسرحية. ولا احتفال. ما يجيرني الرحلة بتاعتي في الفورست في الغابة. از اه نقط. عمري ما هنساها. تجربة بقى ولا خبرة ولا تصدير ولا خبير. طبعا ايه هو عاوز يقول بقى كانت ايه. كانت حاجة ايه. بالنسبة لي عمري ما ايه. ما هنساها. بعدين. فالنتاين داي. اليوم الفالنتاين ده. نقط فبراير. مست اريبيان كانتورز. اه عايز اقول يتم الاحتفال به. بس في الدول الاوروبية مش عندنا عشان دي حاجة مش تبعنا. كوبريت يتم التعاون. ولا يقع ولا يحتفل ولا يتنبأ. طبعا ايه سيليبريت يحتفل به. اه. طبعا هناخد كمالة الكلمة على طول. اللي هي لوريت. اللي هو الشاعر البلاط الملكي. عبارة عن شاعر يختار بوسط الملكة او الملكة عشانك تبقى صايد ليهم. الدكتورز الدكاترة بيقولوا ان كان نقط. ان التمرين هيعرضك للخطر ولا هيوعدك ولا يتنبأ بك ولا هيحميك. طبعا يحميك ضد الامراض. اللي هو هاري بودر. اللي هوات بتاعت الراجل ده. اللي هو هاري بودر. اصبحت مشهورة بعد ما زي. بعد ما تحولت لفيلم. وطبعا ده تعبير ميد انتو يعني يتم تحويله الى فيلم. النفايات بتاعت المصانع. is not the fish. and other sea animals. طبعا كانت feeding تطعم السمك. ولا تسمم السمك. ولا تفيد السمك. ولا تمنع السمك. النفايات دي طبعا كانت بتعمل تسميم الاسماك. لان النفايات ببعضة. i have always wanted to live in. زي انا كنت عايزة 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 في. الكانتري سايد في الريف. طبعا عشان استمتع بال. fresh air بالهواء الايه. الطازج. كنت انت بقى دي يعني قارة. ودي يعني احياء فقيرة. ودي ضواحي. i like that house انا بحب البيت ده. بطي دونت النجم. بس انا مش متخيل. i will live zero ان انا هعيش هناك forever. بحبه بس مش عايزة 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 للابد هناك. زي فاكتور المصنع اتقفل. because it had been throwing chemicals بيرمي المواد الكيميائية دي فين. انتو في البحر. حرف الجر انتو لسه شرحين. the earth quake. الزلزال بقى نقط ميني. اه عمل ايه؟ بيوت destroyed. ضمر بيوت كتيرة بقى. نازل زي. اتضمر مخلاش. my grandfather got this video week نقط عنده حاجة ايه؟ ضعيفة. because he is it. عنده تمانين سنة. يبقى عنده memory. ذاكرة ضعيفة. الريد يكمل تمانين ايه؟ سنة. المصنع القديم. انتو عاوز يقول هنا تم تحويله الى مركز تسوق. مش كام ولا ميند ولا تمام تم تحويله الى. بعدين بيقول لي you must have at least لازم يكون عندك على اقل خمس سنين نقط. عشان تاخد الوظيفة دي. يبقى خمس سنين خبرا عشان تحصل على الوظيفة. the expression. give someone a test of zero all منذ to do the same. harmful or unpleasant thing. طبعا ده تعبير ولازم يتحفظ ان انت تخلي شخص يتزوق او يتجرع عاقبة ما فعله. test zero all medicine. ده تعبير لازم يتحفظ زي ما هو. انك تخلي شخص معين يعرف عاقبة عامله. يعني انت عملت كده. تبدو بقى اللي انت عملته. الشرط بانيش ينبغي ان تعاقب اي مصنع. that's rose اللي بيرمي نقط in the river. طبعا اللي بيرمي ايه. chemical. اللي بيرمي chemical وسنفايات ضرة في النهر. تدهج صوت الراجل كتب نقط بومز قصايد. نقط. يبقى القصايد دي كانت ايه. كانت خاصة. لان هو شاعر خاص. فطره ما شاعر خاص يبقى بيكتب قصايد ايه خاصة. كان فيه شوي الطيور كده في الحقيقة بتاعتنا. مريحين ولا مربكين ولا شائعين ولا كومبيت. طبعا اللي هي تدي معنى شائع. لازم تلاقي جراح عشان دي مسألة حياة او اللي هو مسألة حياة وموت. مش مسألة حياة وسجن وحياة وسرقة وحياة وسيكوريتي. الراجل ده كان ايه بقى كان واحد من المؤلفين ولا الكتاب المسرحيين ولا شويش دي معناها شويش طبعا هو كان واحد من الاسر. مؤلفين عشان كان بيكتب حاجات كديرة. المعجبين بتوع الكاتب ده بقى دايما بيستنوا الكتاب الجديد عشان كم قاوت. عشان كم قاوت. اللي هو ايه يظهر. ان هو يظهر او يخرج للناس. بيشتكي بقى نقط ما بيهتمش بالورود. يبقى مين ده بقى المهندس ولا العامل ولا الجنيني ولا النجار. اكيد الجنيني عشان هو لشغال في الحديقة مع الورود. اه حاجة سنوية يعني الحفلة دي بيقولي حاجة سنوية اه بتساعد او بتتعمل عشان الجمعية الخبرية تجمع فيها فلوس يبقى حدث سنوي. حدث سنوي. انا قلت مقال نقط عن النقط عن اه هنا بقى طالما اوف يبقى هاخد قصص عن اسباب الحرب العالمية. ها هاخد قصص لان في اوف اه لو كانت كنت خدت اللي هي اسباب تمام. يوم الاتنين يمفع بس طبعا ايه انا بدور على اللي اه حرف الجر اللي يمشي مع اوف. اه بيقول استخدموا علشان يعيشوا ايه استخدموا يعتادوا على ان يعيشوا في البيوت المصنوعة من حديد خرصانة طين طبعا مض اللي هو الطين. التلوث يعتبر مشكلة بتهدد حياتنا على الكوكب على النبات على الارض على الكوكب كله. الاهرامات يعتبر اللي هي حاجة من اشهر حاجات للسياح يعني طبعا هي اللي هي مشهور دي بتيجي مع عرف الجر ومشهورة بالسياح اللي بيزوروا مصر. كنت ايه هارد مريد ان انا متع بيعني ان انا اجت سيتابل نقط. للمناظر الصحراوية يبقى انا مش لاقي موقع. موقع لوكيشن. طبعا يبقى هو كده هيزود الوقت من خمسين لخمستاشر ولا يقلل الوقت من خمسين لخمستاشر. انكليزيا زيد فرد ودفولو بيطور. لا يبقى هما كده اصدهم ايه ريديووس ان هو يقلل. اي اسكت ذا سكرتري ترابط ان السكرتيرا تميد زنوعة ان هي هتقابل زنوعة اوفزا كامباني. اكيد هتقابل ميد. البوس الرئيس الرئيس الكبيرة ولا الوركر العامل ولا المانيجر المدير ولا الاوفيسر الراجل الاوفيسر الزابط. طبعا اكيد هتقابل المانيجر. المانيجر اللي هو المدير. الشي الاخدر از اهل نقط. طبعا عاوز يقول لي ان ايه غالبا غالبا يبقى هياخد مستلي غالبا بيتزرع في كذا او كذا. مش هياخد بريفالي اللي هي باختصار. ولا بسرعة ولا بتوعي. البوليس الفوصر زابط البوليس اسكت زيوبا طلب من المرأة تو نقط. تو نقط زمان. اه ان هي تعمل ايه بقى؟ اسكرايب ولا بير اسكرايب ولا اسكرايب ولا دي اسكرايب. طبعا عايز يوصفها. يخل المرأة توصف للرص اللي اخد الشنطة بتاعها. ابلويدد ولا ولا بولويتد ولا بولوتد. اكيد انا هاخد بتاعت التلوث دي والافعال التلات اللي بقين مش بيينين. لوسوها يعني او راموا فيها ايه حادات لوسيتها. استخدام لا استخدام لا استخدام يعربيات. قليل ممكن يساعد ان احنا نقلل تلوس الهواء. بعدين اي نقطة انا عملت ايه للاطفال ان انا هجيب لهم بقى وديهم السينما في نهاية الاسبوع. يبقى اي بروميزد ان انا وعدتهم. تمام? قصة دي مش باين قويا. العلماء بقى بيجربوا او بيحاولوا بجد ان هم ينقذوا الارض من من الامان ولا من السعادة ولا من الحاجة الكويسة ولا من مخاطر التلوث طبعا اللي هي مخاطر التلوث. بعدين نقاط تطوير الحاجة العامة دي كان هي اللي هيساعد في حل مشكلة التلوث. يبقى اكيد النقل والمواصلات. مش بقى زراعة الاعضاء ولا البس والازاعة ولا احمد اعطيها جزء صغير من نقاط. هو هيمثل فيها مش عارف ايه وهو كده في مصرحية المدرسة. اخد جزء من مصرحية المدرسة. كل حكومات العالم بترفض ان احنا نقاط تروريستس ان احنا ندعم الارهاب او المجرمين نحاربهم ولا نخالفهم ولا نستقر معهم طبعا. الولايات المتحدة الامريكية بقى تصر على نقاط الوصول الى حلول نقاط في جميع الصراعات الوصول الى حلول سلمية. الزملاء كان يصبح وارد قلقانين. لم يكن تقلق في جميع الصراعات الى حلول وفقه كده لم يكن تقلق في جميع الصراعات الى حلول نقاط تقلق في جميع الصراعات الى حلول نقاط الجمل الصعبه اللي احنا بنقول عليها بيقول الكلمه Prevealing اللي احنا شرحناها وديناها تسوي معنى coming شائع تمام فهو بيقول شبيهه في المعنى بايه becoming طبعا اللي هي شائع Sales of the products المنتجات بتاعت المبيعات بقى at present low prices بتتباع بسعر الاقل يبقى هتسبب ايه هتسبب ربح ولا ولا فقدان ولا فائدة ولا واستق طبعا اكيد هنا مستخدمهاش نفايات استخدمها زي ايه هدار يعني الراجل المتسلق وقع وهو ما يسلق في الجبل ودقت عليه كده اه طبعا يطرق سببيت له ولا هرب ولا مت ولا sentence طبعا اه طبعا ان هو هرب بقى هرب بقى تمام بعدين بيقول لي I know you are sorry انا عرف ان انت متأسف but the fact ولكن الحقيقة نقط that you hate your sister ولكن الحقيقة بقى تظل انك انت دربت اختك ولا بتقود ولا stays تبقى او يمكس انك انت دربت اختك ولا wait's تنتظر ولا آآ seizes انك انت دربت اختك طبعا باقية الحقيقة يعني الحقيقة انك انت باقي انك انت الموضوع ده ما تغيرش انت دربتها there is nothing we can't do about it now مش حاجة نقدر نعملها عن الموضوع دلوقتي we will just have to put it down to نحنا نحطها للتجارب نجربها وننفعت او ما نفعتش بقى my sister الاختي كانت سعيدة جدا بيقوص صور حفل الزفاب بتاعتها have nukat will يعني عاوز يقول لي طلعت وكانت كويسة يعني فاكيد come out بقى اللي هي ظهرت وايه وطبعت وكانت ايه كويسة تمام رقم سبعة بيقول لي اه if the job application doesn't work out لو بتاع الوظيفة اللي انت متقدم ده i have got a couple more نقط in the fire هنا بيتكلم على اتنين اقتر من نقطة in the fire في الحقيق يعني فهو هنا كلمة مش هيستخدمها بقى بمعنى ايه بمعنى حديد كمثل يعني انه هو عنده يعني اكتر من اتجاه تاني لو ما تحلتش مشكلة للجوء امريكيشن دولة. كلمة اللي هي يعرض للخطر. طبعا بيقول لي عاوز يقول لي هي بقى ايه هي اه هي معناها يعرض للخطر. مرادف بقى يعني مضاد لكلمة يمنع ولا يحمي ولا آآ يارس ولا بيعد طبعا برهبت طبعا هتبقى ايه بروتكت يحمي هتبقى مرادف لكلمة يحمي. بعدين زيز فيلم الفيلم ده نقط يوباك to the new york of 1950. عاوز يقول لي ايه بقى the film نقط طب الازاعة بتاعته ترجع الى نيويورك في الف تسعمائة وخمسين في الخمسينات يعني ولا الوسائل المواصلات بتاعته ولا عمليات النقل اللي مش موجودة ولدية هي اما اللي هي عمليات البس بتاعته اما المواصلات تمام زيز فيلم هو اتكلم عنه زيز فيلم ترانسو بورتس زي بقى ناخد على اساس ان هي عمليات النقل بتاعته يعني تمام كانت في الفترة دي. زي نقط سري ويكس اه اه خلال التلات اسابيع اي فلت ماتش بكر حسيت ان الاحسن شوية بعد العملية طبعا اكيد افطر ايه اف وزن زا اريا جوه منطقة التلات اسابيع ولا العقد ولا جوه الفراغ اللي كانها ولا جوه طولها طبعا ناخد على اساس ان هو كان ايه جوه الفترة دي يعني تمام? طيب.